اشتركوا في القناة والقضاء على أسباب التطرف وعلى رأسها التمييز الطائفي والعرقي والفقر والبطالة والتهجير جاء ذلك خلال مشاركة مع الوزير الخارجية في الاجتماع الوزري للتحالف الدولي ضد داعش الذي عقد اليوم في دولة الكويت الشقيقة حيث أعرب مع الوزير الخارجية عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على استضافة هذا المؤتمر والذي يعكس الدور الكبير والواضح الذي تقوم به دولة الكويت في محاربة الإرهاب بكل أشكاله وعلى مختلف الأصعدة وعبر معالي الوزير الخارجية عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على جهودها الفاعلة والمتواصلة في التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية وحرصها على نعقاد هذا المؤتمر في هذه المرحلة التي تسداد فيها الحاجة لوضع رؤى واستراتيجيات جديدة تتوافق مع المعطيات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة خاصة الساحتين العراقية والسورية وجدد معاليه التهنئة لجمهورية العراق الشقيق بمناسبة النصر الكبير الذي تحقق بتحرير كافة الأراضي العراقية من قبضة تنظيم داعش الإرهابي مؤكدا معاليه موقف مملكة البحرين المساند والداعم لجمهورية العراق في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية وتثبيت دعائم الأمن والسلم في جميع أنحاء العراق والحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه وضاف معالي وزير الخارجية أن القضاء على تنظيم داعش لا يعني مطلقا القضاء على كل الإرهاب فداعش يظل أحد التنظيمات الإرهابية وإن كان أكثرها عنفا وأشدها ظلامية ووحشية إلى أن التهديدات الإرهابية تأتي أيضا من جماعات أخرى لا تقل خطورة عنه ومن بينها حزب الله وغيرها والتي ستسعى لملء فراغ داعش وهو ما يفرض على المجتمع الدولي ضرورة التحرك والتصدي لكل الجماعات الإرهابية والقضاء عليها مشددا على أن مملكة البحرين وما كما هي دائما مستعدة للتعاون مع الجميع في مكافحة التطرف والعنف وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول كل من يحمل هذا الفكر وكل من ينتمي لأي جماعة إرهابية أو يمت بصلة لها وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من الجهد للتوصل إلى حل سياسي في الجمهورية العربية السورية استنادا إلى بيان مؤتمر جنيف واحد وقراري مجلس الأمن 2254 و2268 ومواحثات أستانا وذلك بما يحفظ لسوريا وحدتها ويقضي على وجود التنظيمات الإرهابية وينهي العبث الإيراني في شؤونها ويكفل الأمن والأمان لجميع أبناء الشعب السوري الشقيق ليكون هو الذي يحدد ويرسم مستقبل بلده بعيدا عن أي إملاء من أحد